وضمن جولات التفقدية للاطراع على عمل الدواء الحكومية وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات للمواطنين زار محافظ صلاح دين مبنى هيئة التقاعد والتقى مديرها والملاكات العاملة فيها واطلع المحافظ على جملة من الملاحظات التي تقدم بها المواطنون خلال مراجعاتهم الدائرة مطالبين إيجاد حلول مناسبة لتجاوز العقبات والمشاكل التي يعانون منها وكذل هلوب خلال حديثه مع المراجعين على اهتمام الحكومة المحلية بشريحة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في تقديم خدماتهم للدولة والمجتمع وأوعزان الوقوف على أهم المعويقات التي تواجه عمل المديرية ومتابعة حلها مع الجهات المعنية مشيرا إلى ضرورة أن تكون دائرة التقاعد مكانا مثاليا مناسبا من جميع الجوانب لتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين داعيا إلى برل المزيد من الجهود والمثابرة في العمل لتسهيل معاملاتهم بعيدا عن الروتين المتبع الذي يثقل كاهلهم ووجه المحافظ لتشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى وأوضاع المتقاعدين والرواتب التقاعدية المتوقفة ومتابعة اللجان الطبية وحسب ملف تعوضات الشهداء والجرحى بالسرعة الممكنة وتقديم تقريرا عاجلا بها ورفق المحافظ خلال الزيارة الدكتور الرياض طايز معاون المحافظ لشؤون الخدمات والأهمار على أثر شكاوى عديدة تلقتها المحافظة وتلقاها سيد المحافظة شخصيا من عدد من المستحقين والمستفيدين للحقوق التقاعدية وخصوصا المبالغ المتراكمة جرى تشكيل لجنة تحقيقية تمت هذه اللجنة برئاستنا وعضوية مدير تفتيش المحافظة ومدير الشؤون القانونية في المحافظة لغض من متابعة الشكاوى الواردة إلى المحافظة بهذا الصدد وتم الاتصال ببعض الذين قدموا الشكاوى إضافة إلى من قد تم اللقاء بهم في هذه الزيارة واستمع إلى بعض شكوهم السيد المحافظ بحضور السيد مدير تقاعد صراح الدين جرى ليعاز إلى سيد مدير تقاعد صراح الدين بتذليل العقبات للمواطنين الذين كانوا اليوم متواجدين في هيئة التقاعد من أجل تسريع معاملاتهم إضافة إلى النظر في الشكاوى الأخرى المقدمة التي سيتم البحث فيها من خلال لجنتنا مع السيد مدير هيئة التقاعد والأقسام المختصة لغرض الوصول إلى الحقيقة بالإدعاء من عدمه يوجد هناك تأخير هذا التأخير قد يكون متعمد من أجل فتح الباب أمام المعاقبين وبقية المراجعين أو قد يكون بسبب الإجراءات سنتحقق من خلال لجنتنا من هذا التأخير الحاصل في عدد من معاملات المتقاعدين لغرض معرفة هل أنه بسبب الروتين أم بسبب غايات أخرى وسنقدم تقريرنا إلى السيد المحافظ لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك تشرفنا اليوم بزيارة السيد محافظ صلاح الدين إلى هيئة تقاعد صلاح الدين وطلع السيد المحافظ على أحوال المتقاعدين والمشاكل التي تواجههم ووجه سيادته بثذيل كافة الصعوبات التي تواجههم وكاذر الوظيفي بهيئة تقاعد صلاح الدين يعمل بإنسيابية عالية بناء على التوجيهات السيادته أصعب المشاكل يعني تأخر الصرف المتراكم للعوائل الشهداء أكو جراءات وآليات الصرف أعد السيد المحافظ بمتابعة هذه الحالات وإن شاء الله بالأيام القريبة تنحل